فندت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في تصريح لرئيسها محمد روراوى لتلفزيون النهار التصريحة التي وصفت بالغير مسؤولة للمدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفيرونار والذي أكد على تلقيه عرض لتدريب الخضر موضحا ذاته المصدر أن الفاف لم يسبق لها التفكير فيه حتى لما كان بطالا وأن من عادة الفاف عدم الدخول في أي مفاوضات مع مدربين يتواجدون في مناصبهم مع منتخبات أو فرق أخرى وصفا تصرفات وتصريحات رونار بالغير مسؤولة والغير مقبولة هذا دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مفاوضات جد متقدمة مع مدرب روما السابق الفرنسي رودي كارسيا لخلافة السربي ميلوفا رايفاتس وهذا حسب موقعي ماكسيفوت وسبورديس الفرنسيين حيث أضافت تقارير بأن الفاف تنتظر رد رودي كارسيا الذي وصله عرض آخر من أولمبيك مارسيليا علما أن هذا المدرب معروف بصرامته وهو يتواجد من دون فريق هذا الموسم من جهته يأكد رودي كارسيا لموقع توتو ميركاتو بأنه لن يرد عن عرض الجزائر حتى يدرس كل العروض التي وصلت ترجمة نانسي قنقر